يقول أنا إنسان مقيم في هذه البلد واريد أن أسافر سفراً نهائياً ولكن والدي يمنعني من هذا السفر سؤاله هل لي أن أسافر دون رضاه؟ لا لا أود من رضاه لأن رضاه واجب عليك فما تذهب إلا وقد استأذنته وسمح لك بذلك إلا إن كان لك عذر فبينه للوالد لأنه مضطر إلى السفر ليعذر كذا وكذا المهمتها التفاهم مع الوالد وإقناعها لا يوجد شك أن هذا هو الواجب عليك